اشتركوا في القناة لشيخنا ولجميع المسلمين قال النظم رحمه الله تعالى بحث الأمر منهي حقيقة الأمر اقتضاء الفعل ممن يكون دونه بالقول يقتضي الوجوب حيث أطلقا للفور والتكرار فيما حققا إلا لصارف وللإباحة وغيرها لقد أتى صراحة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول النظم رحمه الله تعالى في مبحث الأمر والنهي حقيقة الأمر اقتضاء الفعل هذا هو معنى الأمر إذا قيل ما هو الأمر فالنظم رحمه الله يقول لما ذكره الجويني رحمه الله في الورقات إن الحقيقة الأمر هو اقتضاء أي طلب الفعل لكن بقيد ممن يكون دونه بالقول فالأمر هو طلب الفعل وهناك شرط ممن يكون دونه بالقول هذا في اللغة العرب كما يأمر الولد كما يأمر الوالد ولده ويأمر المملوك مثلا سيده ويأمر المملوك المن يمر السيد مملوكه ويأمر الرئيس مرؤوسه وهكذا هذا هو حقيقته في اللغة حقيقته بأن يكون دونه وعلى هذا يكون هذا الوصف للقائل فيشترط العلو في الآمر وقيل يكفي الاستعلاء ويكون الوصف عائدا إلى نفس القول للقائل فعلى هذا لا يشترط أن يكون دونه كما يأمر المملوك سيده أو المرؤوس رئيسه يكون لقوه سلطة وثم يكون من باب الاستعلاء ويكون وصفا للقول دون القائل دون القائل وقيل إنه وصف لهما العلو والاستعلاء فهو وصف للقول بأن يكون على جهة الاستعلاء في شدة الأمر وصفا للقول وأن يكون القائل أيضا أعلى في الرتبة وهذا كله لا يظهر له فائدة فيما يتعلق بأوامر الشرع لأن أوامر الشرع من الشارع وأمر الشارع على الوجوب وأمر الشارع له هذا الوصف العلو لأنه أمر منه سبحانه وتعالى وأمر من رسوله عليه الصلاة والسلام فهو جمع الأوصاف الدالة على وجوب الامتثال لكن هم دائما يعتنون بهذه المعاني في اللغة وقد لا يشيرون إشارة بينه إلى حقيقته في الشرع حقيقة الأمر اقتضاء الفعل أي طلب الفعل ممن يكون دونه بالقول ثم قولهم بالقول هذا أيضا موضع نظر هل يقال إن الأمر لا يكون إلا بالقول هو من جهة الشرع يكون بالقول وبغير القول فالأمر يكون بالإشارة ويكون بالكتابة فإذا كتب الشارع أو مثلا أمر من يكتب فإن أمره المكتوب إذا جاء بصيغة الأمر فهو أمر يجب امتذاله والنبي كتب عليه الصلاة والسلام وأمل على بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام فالمقصود وكتب كتاب الزكاة كتاب الزكاة الذي جاء في حديث في حديث أبي بكر رضي الله عنه كتاب الزكاة الطويل وكذلك في كتب أخرى ولهذا الصحيح في الأمر في باب الشرع أنه ليس خاصا بالقول بل بالفعل والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة من كنحلي جابر وقاموا أشار إليهم الإشارة هذه أمر ليست أمر أمر ثم قال إن كنتم أن تفعلوا فعل فالس والروم دل على أن هذه الإشارة تجب والإشارة أحيانا لها معاني كثيرة لكنها تكون في الصلاة وتكون في غير الصلاة والإشارة وقعت في أخبار كثيرة فلهذا الصواب أن كل ما دل على الأمر فإنه مؤمور سواء كان بالقول أو بالفعل يقول ويقتضي الوجوب يقتضي الوجوب حيث أطلق حيث أطلق لكن في أطلق الألف هنا للإطلاق الإطلاق الروي حتى يتفق مع آخر الشطر الثاني العلماء اختلفوا في الأمر إذا جاء في النصوص هل هو للوجوب هل هو للاستحباب أو يتوقف لا يدرى حتى يتبين دلق وهذه أقوال ضعيفة والصواب كما قاله المصنف رحمه الله وهو قول الجمهور أنه يقتضي الوجوب لكن متى حيث أطلق وإذا جاء قرينة هذا واضح إذا جاءت قد تدل على الوجوب فإنه واضح الوجوب إنما إذا جاء أمر من الشارع يكفي هل نحتاج أن نقول لابد أن يأتي مع أمر الشارع دليل يدل على أهل أمر من الوجوب نقول لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولا يكون له خير من أمرهم وقال سبحانه أفعصيت أمري جعل مخالف الأمر عاصيا والأخبار في هذا كثيرة في أنه يجب امتثال الأمر من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فجعل مخالفة الأمر عصيان بل وإباء لأمر الشارع وهذا حرام لمخالفة الأمر ويقتضي اقتضاء الشيء أنه يطلب حصولا وتحقيق المأمور به حيث أطلقا ما يحتاج إلى قرينة لا الفور والتكرار فيما حققا هذا في الخلاف إذا أمر الشارع بشيء هل هذا الأمر على الفور أو على التراخي المسنف يقول لا الفور والتكرار لا يقتفور وهذا قول ضعيف والصواب أن الأمر على الفور وإذا قل ليس على الفور إلى متى وأورد الكثير من العلم في هذا بحث قال يفضي إلى أنه لا يجب شيء منهم الشرع وأنه إلى متى وهي الطراب في هذا الطراب عظيم الذي نقل ليس على الفور والصواب أنه على الفور إلا لقرينة كما أنه للوجوب إلا لقرينة تدل على الوجوب والأدلة التي جاءت بالأمر والتحذن خلال الأمر كلها تدل عنه على الفور لا الفور والتكرار كذلك الصحيح كما ذاك مصنف رحمه الله وقول الجمهور أن الشارع إذا أمر بشيء هل المأمور يحتاج أن يتكرر أو يكفي وقوعه مرة واحدة نعم إذا أمر الشارع بشيء أمرا مطلقا نعم يكفي مرة واحدة يكفي مرة واحدة لأنه المقصود هو حصوله في الوجود فإذا قيل يتكرر يقول ما الدليع يتكرر لا بد من أمر جديد ما دام أن الوجوب مطلق فيحصل امتثال بذلك وهو برغة العرب إذا قلت أنت قل لمن تأمر أسقني ماء سقاك ماء ثم قلت لماذا لا تحذر ماما ثاني وثالث هل لي صح الكلام هذا امتثل الأمر بأن أعطاك ماء أحضر لهذا الشيء أحضره هل يقال أحذره ثاني وثالث هذا لا يعقل ولهذا يكفي في اللغة في اللغة وكذلك هو على شرع يكفي امتثاله مرة واحدة صحي مسلم أنه عليه الصلاة قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل يارو أفي كل عام سقال عليه الصلاة لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم جاء عند بداودا ويقرع بن حابس النبي قال لو قلت نعم قال أفي كل عام إذن هذا الدليل على أن الأمر ليس لماذا ليس للتكرار فالحج مره الحج مره ما زاله وتطوع طيب قد يقول قاهل لماذا سأل هذا الرجل وهو عربي أفي كل عام هل هذا يدل على أنه للتكرار أو يدل على أنه ليس التكرار يدل على أنه ليس للتكرار وش وجهه من يبين وجهه نعم أحسنت صحيح لو كان للترك لم يسأل لكن قد يقول لماذا سأل لماذا سأل لأن الشارع جاء بهذا الشارع العظيم وقيد كثيرا من الإطلاقات في اللغة وخص كثيرا من الإطلاقات في اللغة ووسع بعض المعاني والشريعة ناقلة فظنوا أن هذا منها أن هذا منها فلهذا سأل ظن أن هذا الأمر للتكرار فبين عليه الصلاة والسلام ولهذا سأل وكان للتكرار كما تقدم لم يسأل لو قلت نعم لا واجبت ثم هو من جهة المعنى يحصل أداء الواجب ب إيجاده مرة واحدة في الوجود إذا قيل أو طلب مرة أخرى يقال ما الدليل على ذلك دليل على ذلك قال لا الفور والتكرار فيما حقق هنا بحث وأنه إذا قيل التكرار لابد من دليل الصلاة تتكرر لأنه الدليل على نتجه في الأوقات الصوم لأنه يتكرر بشهر رمضان وهكذا سائل الواجبات لأنها إما مقيدة بشرط أو سبب فلهذا تكررت لتكرر ما علق عليه هذا الأمر لا أن تكررها ناشئ من نفس الأمر لا من قراء ودلائل هي زائدة على مجرد الأمر ثم المصنف الرحيم والناظم الرحيم قال إلا لصارف إلا لصارف هذا سبق لشره إلا لصارف فالأصل هو امتثال الأمر إذا قيل هذا الأمر ليس الوجوب نقول ما الدليل على أنه ليس الوجوب فيبقى الأمر على إطلاقه الوجوب إلا لصارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو يكون أيضا صارفا له صرفا مطلقا ناس خله ماهو أن يجعل صارف هذا في مبحث النسخ وللإباحة أيضا يأتي للإباحة الأمر وغيرها مثل التهديد مثل التكوين اعملوا ما شئتم كونوا حجارة وحديدة للإهانة ذوق إنك أنت العزيز الكريم للتكوين كونوا قردة خاسئين هذه أوامر معلوم أنهم لا يملكون أفسهم شيئا إنما هذه أمر يكون للتكوين للتهديد للإهانة سلوب متكرم وهذا يشهد لما تقدم أن العرب يتصرفون في الأوامر والقرآن نزل بلسان عربي مبين فلا نقول إن الأمر في هذا الحقيقة والأمر في هذا المجد لا كله أمر هذا أمر لكن هذا الأمر له معنى هذا الأمر له معنى كذلك مثل ما تقدم في باب ما ذكر في بعض الألفاظ التي هي حقيقة في مواطنها ومن قال لكم يعني عود على ما تقدم في الحقيقة المجد من قال لكم أن العرب وضعت هذا الشيء على هذا وحده وأنه لغيره هو من باب المجلس من قال له ذلك تقول عرب يحتاج إلى دليل ولهذا مثل قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل لو جاء أن الإنسان يتكلم قال الذل ليس له جناح الذل ليس له نقول انظر في الآية جناح الذل أي جناحك الذل من باب إضافة الموصوف إلى صفته إضافة الموصوف هذا أبلغ حتى جعل جناحه وجانبه على هذا الوصف وهذا سر وبلاغة عظيمة في التذل للوالدين مع الخفض ووصف جناحك الذليل جانبك الذليل كالمملوك الضعيف معهما في احترامهما وتوقيرهما ولهذا كل أسلوب يأتي معه من القرائن ما يبين وهذا يأتي في الأدلة كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر لو إنسان أخذ هذا الحديث وحده قال الصوم في السفر ليس بيطيب يأتي إنسان يعارض يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر كيف تقول ليس من البر الصيام في السفر والرسول كيف ينفي البر والرسول صام يقول الحديث ما يروى وحده حديث جابر حديث طويل هذا وفيه ذاك الرجل الذي قد ظلل عليه وسقط من شدة التعب فلما رأاه ما قال عليه الصلاة والسلام لما زال ليس من البر صوم صوم يعني إذا كان يبلغ الصوم بك إلى هذه الحال فالبر الفطن ليس الصوم وهذا مبحث يتعلق بالصوم في السفر وأحكامه وأحواله لكنه شاهد مناسب في هذا المقام قال إلا لصارف وللإباحة وغيرها كما تقدم الصواب النقول وللإباحة هذه موضع نظر لقد أتى صراحة لقد أتى صراحة مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاستعدوا إذا حللتم فاستعدوا صراحة الأمر للإباحة طيب فإذا قلت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله يقولون للإباحة فإذا تطحرن فأتهن من حيث أمركم الله للإباحة كذلك فإذا سلخ الأشرحهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ماذا نقول للإباحة إذن صحيح أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر هم يقولون الأمر بعد الحضر للإباحة وذكروا هذه الأنفل لأن هاكن هذه ينتقض عليهم ينتقض عليهم الصواب الذي تنتظم بهذه الآيات ويوافق لديه شرعية أن يقال إن الأمر بعد الحضر ليس للإباحة يقول يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحضر البيع قبل صلاة الجمعة ما حكمة إذن بعد الصلاة يكون الأمر لإباحة في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاستعدوا البيع الصيد قبل الإحرام مباح إذن بعده مباح في قوله سبحانه وتعالى فإذا سلخ الحرم قتال المشركين يختلف ترى أن يكون واجبا ترى أن يكون مستحبا ترى أن يكون الصلح معهم إلى غير ذلك إذن حسب أحوال قتال الكفار فإذا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث وأمركم الله المباضعة إلى ما كانت تعود إلى ما كان عليه قبل الحظر وحال الحيض ومباضعة الرجل لأهله أمر مشروع مطلوب فيكون الأمر هنا للاستحبة دعا كما قال ابن حزم أنه يجب في هذه الحال لأنه لا ينظر إلى معاني لأن من نظر إلى هذه الأساليب وهذا المعنى وجده أسلوب يعني أسلوب عربي صحيح كما تقدم في مبحث المجاز قال رحمه الله بالمشروط للشرط اقتضى كالطهر والصلاة فادري الاقتضى والنهي هو طلب الكف انتهي ويقتضي فساد ما عنه نهي نعم يقول رحمه الله والأمر بالمشروط للشرط اقتضى هذه قاعدة مهمة الأمر بالمشروط مثل الصلاة للشرط كالطهارة اقتضى يعني مطلوب تحصيل الشرط حين يؤمر بالمشروط حصل الشرط قبل المشروط لأنه اقتضي يطلبه كالطهر كالطهر الطهر هذا ما هو شرط ولا مشروط والصلاة مشروط مشروط إذن إذا أمر إذا أمر بالصلاة فهو أمر بماذا بالطهارة أمر بالطهارة طيب أمر مطلق على كل حال وإلا في حال الحدث حال الحدث طيب ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمن إذا قمت الصلاة فاغسل وجوهكم وديكم ورافق أمر بالوضوء عند القيام للصلاة وش الجواب عنه يعني أدل لا تتعارض ماذا نقول الله أمر بهذا سبحانه وتعالى إذا يا أي إذا قمت فاغسل وجوهكم أنت الآن تولد شيء في الله يتعارض لكن ما الجواب إذا قلنا إن يعني الأخوان يقولون يعني إن المراد إذا كان محدث هذا واضح لكن إذا كان متطهرا ها مأمور يعني تكون آية نعم ها يعني إذا أردتم طيب حل نحتاج إلى التقدير إذا أردتم هل نحتاج إلى التقدير لهذا نقول الصحيح مثل ما ذكر أخونا أن نقول أمر على إطلاقه ويكون من باب عموم الأمر الذي يشمل الواجب والمستحب مثل وفعلوا الخير وأحسنوا إن الله حمم الحسين افعلوا الخير هل هو خاص بالواجب أو عام للواجب مستحب عام هكذا نقول كذلك القيام إلى الصلاة مطلوب الوضوء إن كان محدثا فيجب وإن كان متطهرا فيستحب والنبي عليه الصلاة كان يتوضى لكل صلاة أبين عدم الوجوء في حديث بريدة رضي الله عنه في قصة عمر في يوم الفتح لما توضى صلى خمس صلاة بوضوء واحد جماعة من هذه العلمة كذين من أسلام قال إذا قمت الصلاة يعني من النوم قالوا إذا قمتوا محدثين والأظهر والله أعلم أن الآية عامة وعلى هذا من قام إلى الصلاة إن كان محدثا وجب عليه تحصيل الشرط وهو الطهارة كالطهر والصلاة فهدر الاقتضاء لماذا؟ عندنا قاعدة الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به هذا أحسن من قولنا الأمر بالواجب أمر بما لا يتم الواجب إلا به نحسن نقول أمر بالشيء من نقول أمر بالواجب؟ يعني من نقول يعني الأمر بالشيء أمر ما لا يتم ليس الأمر بالواجب حتى يدخل فيه الواجب والمستحب الواجب والمستحب وفي هذا دلالة لما تقدم أن الطهارة مأمور بها مع أنها شرط تقدم أن الشروط من الإحكام وضعية لكن من الإحكام وضعية ما هو مقدور مأمور به لأن الله عز وجل أمر بالصلاة أمرا مطلقا فكان أمرا بها وأمرا بما لا تتم الصلاة ويكى الطهارة للمحدث أما الأمر المقيد بشرط فلا يلزم تحصيل بل لا يجب تحصيل هذا الشرط مثل ما تقدم وليس الآية التي تقدمت نعم وإلى الناس يحجوا البيت لمن استطاع إليه سبيل قيد من استطاع نقول استطاعها ليست واجبة ولو كنت قادر على تحصيل استطاعها والأمر بالشرط بالمشروط شرط اقتضى كالطهر والصلاة فدر الاقتضاء اعلم الاقتضاء هذا فإنه مأمور به ومطلوب لأنه أمر مطلق وهذا يشير إلى ما تقدم في ذكر المصنف الناظم ذكر الصحة والفساد لأن تحقيق الشرط للصلاة يترتب عليه الأثر وصحة الصلاة فتكون صحيحة فوات الشرط هذا يترتب عليه فساد الصلاة فتكون الصلاة باطلة ولذا سبق الإشارة ارتباط الصحة والفساد في باب العقود وباب العبادات ولها ذكرهما من ذكرهما مع الأحكام الخمسة قال والنهي فهو طلب الكف انتهي النهي عكس الأمر مثل واجب عكس الحرام لأن الأمر يكون للواجب والنهي يكون لماذا للحرام فهو طلب الكف انتهي إذن يقتضي الفور والتكرار ولما يقتضي الفور والتكرار ها هل يقتضي التكرار يقتضي التكرار وله قال انتهي مطلقا عن جميع نواهي الشرع انتهي هو ما قال انه يقتضي التكرار لكن عبارته هنا حسنة انتهي لأنه لا يمكن تحقيق الامتثال في الأمور المنهية إلا بالكف عنها مطلقا ولو فعل هذا المنهي عنه مرة واحدة هل يكون ممتثنا للنهي أو يممتثن ما يكون ممتثن الله عز وجل حرم الجنى وشرب الخمر وسائل الفواحش والكذب والربا والغيبة والنميمة هل يقول إنسان يجوز لك أن تغتاب مرة في الأسبوع مرة في الشهر ما يجوز الغيبة حرام مطلقا لا يجوز أن كذلك السرقة مثلا هل يجوز أن يسرق يقول أنا لا أسرق في العام إلا مرة واحدة يقول لا لا السرقة حرام السرقة حرام أما باب الأمر باب الأمر ما هو مثل ما تقدم تحصيل المأمور به في الوجود يكشي مرة واحدة أما النهي فلا يمكن امتثاله إلا بالكف عنه لماذا؟ لأن الأمر من باب تحصيل المصالح والنهي من ماذا؟ من أي باب؟ درء المفاسد والمفاسد وشو المأمور؟ إعدامها وإتلافها فلا يجوز أن تقع منك في أي حال لأنها مفاسد فيجب الانكفاف عنها أما الأوامر فهي مصالح والشارع قدر المصلحة في حصوله مثلا مرة واحدة فيكفي مثل الحج إذا أراد تكرار هذه المصالح فإنه لابد من دليل أما النواهي فهي مفاسد ويتتفق عليها الشرائع والعقول والفطر لأنها مفاسد فيجب الكف عنها والانتهاء مطلقا انتهي عن جميع عوامل الشرع ثم تختلف رتب النواهي لكن القاعدة في هذا هو الانتهاء انتهاءا مطلقا في جميع الأزمان ولو أمر الوالد نهى الوالد ولده عن العقوق قال احذر أن تعقني قال مرة واحدة بس فيه هل يجوز ما يجوز يجب أن يمتثل الأمر باجتناب النواهي وامتثال وامتثاله بالكف عنه مطلقا والنهي فهو طلب الكف انتهي ويقتضي فشاد ما عنه نوهي شف فشاد ما عنه نوهي وهذه العلة في أن النهي يقتضي كف لأن عدم الامتثال فشاد حين يفعل وفساد في نفس الأمر بخلاف الفعل حين يومربه تحصل في وجوده مرة واحدة لكن لو لم يمتثل لا ليس هناك فساد بل قد تكون مصلحة في أن يكون مرة واحدة أما النهي هو فساد ولذا من قواعد الشرع درء المفاسد مقدم عن جنة المصالح وإن كان هذه القاعدة ليست على يعني أطلاقها بعضهم لكن هذا والأصل والمراد بهذا درء المفاسد الغالبة لأن أحيانا قد ترتكب المفسدة ترتكب المفسدة إذا كانت المصلحة إذا كانت المصلحة أعلى والمفسدة منغمرة في المصلحة فكأنها نجاسة يسيرة في ماء عظيم استحالت لوجود لها فلهذا انغمرت وذهبت لكن الأصل هو أن المفاسد يجب إتلافها وإعدامها ولها جاء الشرع بالنهي عنها نهياً مطلقاً ولذا يجب أمر الأولاد الصغار من الصبيان والجواري يجب تأديبهم على الإبتعاد عن المنهيات والمحرمات ما لا يكون في باب الأوامر أما باب النواهي فإنه يشدد عليهم في ذلك حتى لا يقع في هذه المفاسد ويقتضي فساد ما عنه نوهي وهذه مسألة تتعلق بالنهي لغطي الفساد في خلاف لأهل العلم والصحيح أنه يقتضي الفساد هذا هو قول النبي عليه الصلاة من عمل ليس عليها من فرض كل ما نهى عنه الشارع فخالفه المكلف فإن هذا الفعل فاسد هذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه لكن إن دل الدليل على صحته هو صحيح من أجل القرينة هو الدليل وإلا فالأصل أن النهي يقتضي فساد المهن لا فرق بين العبادات ونمعات بعد أن فرق بين العبادات ونمعات والصحيح أنه لا فرق وفي الغالب أن العبادات تكون فاسدة هذا إذا كان النهي عائد لذاتها وإلا قد يرتكب نهي في العبادة لا يتعلق بها لأمر خارج فلا تكون فاسدة كما صلى في ثوب موصوب أو في خاتم أو نحو ذلك ولذا إذا جاء الدليل حكم نبي مثل مثلا تلقي الركبان حرام هل البيع باطل لا مفاسد شو الدليل عليه قول النبي عليه السلام فإذا جاء سيده هو بالخيام فإذا جاء سيد السوق وهو بالخيام أثبت الخيار للمتلقى إذا جاء إلى السوق جاء إلى السوق وجد السلعة التي باعها مغبوم فيها يقال لك الخيار الخيار هل يدخل في البيع الصحيح ولا الفاسد الصحيح إذن النبي عليه السلام أثبت صحة البيع واستدرك المصلحة لذاك الذي بيع منه سواء غبن أو لم يغبن على الصحيح الصحيح أنه لا فرق لا نشترط أن يكون مغبونا لأن النبي يعني أطلق قال فإذا جاء سيده السوق قد يكون تراجع ولم يكن مغبونا الصحيح أنه له ذلك وإن كان الحديث يشم منه أنه مغبون من جهة السعر لأن قفل جاء سيده السوق لكن قد يكون أنه باعه وإن لم يكن مغبونا وأنه لو ورد السوق فيبيعها بسعر آخر وإن لم يكن مغبونا قال رحمه الله الذي يدخل في الخطاب وما لا يدخل ويشمل الخطاب كل المؤمنين لاذا الجنون والصبا والغافلين والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها من أجل ذاك عوقبوا والكافرون بالفروع خوطبوا وشرط شرطها كيف تعرب هذه خوطبوا والكافرون بالفروع خوطبوا أنا عندي وشرطها من شكل يعني شكل لكن كيف تعرب هذه وش المعنى على هذه كانت وشرطها وش المعنى الكافرون بالفروع خوطبوا لا إذا قلنا وشرطها نقول عطف على قوله خوطبوا بالفروع وخوطبوا وخوطبوا بشرط الفروع هو الإسلام ها يظهر لكم شيء هذا يظهر للرفع معنى عندكم أنا ما يعني بالرفع ما ظهر لي فيه هي مشكلة بالرفع لكن يظهر لي والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها يعني خوطبوا بالفروع وخوطبوا بشرط الفروع ما هو شرط الفروع الإسلام من أجل ذاك عوقبوا ثم يقلتو شرطها كيف تعربها يعني ما يستقيم وهو شرطها ثم من أجل ذلك ما يصرح خبر وشرطها من أجل ذاك والكافرون بالفروع خوطبوا هذا هو قول جمهور العلماء وهو أنهم مخاطبون بالفروع كما في قول سبحانه ما سلاككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين كنا نخوض مع المخائرين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين فهم ذكروا يعني تركهم للإسلام وتركهم لفروع الإسلام وأيض من الذكر ولم نكن نطعم مسكين فلهذا الصواب هو قول الجمهور خلافا للأحناف أن الكفار مخاطبون بالفروع لكن يقول طيب كيف أن يخاطب بالفروع إذا كان كافر عنده مال وحال عليه الحول وبلغ أنني صاب تجب عليه الزكاة هل يخرج الزكاة ما تصح منه لكن إذا خوطب بالفرع ماذا نرجع إلى ما تقدم والأمر بالمشروط شرط اقتضاء للطهر والصلاة فدري الاقتضاء كذلك كذلك هنا الأمر بالصلاة الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بسائر الأعمال التي من شرطها الإسلام أمر بالشرط لهذا المشروط والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها من أجل ذاك فعوقموا لأنهم لم يأتوا بالشرط وهو الإسلام فعوقموا بتركهم الفروع وبعضهم فرق بين الأوامر قالوا خاطبوا بالنواهي دون الأوامر وكل هذا التفصيل لا دليل عليه لأن التفصيل دائما يحتاج إلى دليل إذا كان مسألة في أخي لها ذات أقوال مثلا بالوجوب بالتحرين بالتفصيل المفصل في غالب يأتي بدليل هنا لا دليل على هذا التفصيل لإطلاق الأوامر في هذا قال ويشمل ويشمل الخطاب كل المؤمنين هذا الخطاب خطاب التكليف خطاب خطاب التكليف وهي الأحكام الخمسة كل المؤمنين مخاطبون بهذه الأحكام لاذا الجنون رفع القلم وعن ثلاثة والصباء وغير المكلف والغافلين أي الساهي والنائم لكن فرق بين الجنون والصباء أو من لم يبلغ التكليف وبين الغافل ذاك رفي عنه العناء القلم مطلقا المجنون والصبي أما الغافل فهو متعلق من إمته وفي هذه الحال غير مخاطب النائم لا تفريط منه الغافل من نام عن صلاة ونسيها من غفل عن صلاة كما في صحي مسلم فهو بهذه الحال غير مكلف لكنها تتعلق بذمته بعدما ينتبه هذا الغافل ينتبه من نومه ينتبه من غفلته في هذه الحال هو مخاطب هناك نوع آخر اختلف فيه وهو المغمي عليه وهذا فيه التفصيل عند أهل العلم هل هو مكلف أو ليس مكلف هل هو مكلف مطلقا كما هو مذهب أحمد وبي حنيفة أو ليس مكلف كما هو قول عند الشافعي رحمه الله أو يفرق بين بعض العبادات فيكلف مثلا بالصوم والصلاة لا يكلف بها كما هو مذهب مالك والشافعي فمن كان فات منه شرط التكليف فهو غير مخاطب وهذا خطاب التكليف كما تقدم دون خطاب الوضع فلو أتلف المجنون ضمين في ماله إذا أتلف الصبي ضمين في ماله لأن هذا من باب الخطاب الوضع وهذا له علاقة بباب العلل ويأتي لشارة إليه إن شاء الله في باب القياس والكافرون بالفروق يغطوا خطبوا وشرطها من أجل ذاك عقبوا كما تقدم لشارة قال رحمه الله العام وألفاظ العموم معم شيئين فصاعدا فعام ألفاظه أربعة على الدوام مفي لا والمبهمات تورد كذا المحل جمعه والمفرد ثم العموم من صفات النطق وليس في الفعل على الأحق نعم قال رحمه الله العام ذكر نوعاً ولقباً من ألقاب أصول الفقه بعد الأمر والنهي وما يتفرع عنهما ممن يخاطب بذلك ومن لا يخاطب بذلك وهو العام ما عم شيئين فصاعدا فعام هذا هو تعريف العام واختلف العلماء في تعريفه وكلها تعود إلى أن العموم في ألفاظ الشرع ينظر فيه إلى اللفظ هل يصلح لاستغراق ما وضع له أو لا يصلح فإن صلح لاستغراق ما وضع له فهو عام إن لم يصلح فليس بيعام ولذا حده بعض الأصوليين بل كثير الأصوليين بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر وهذا تعريف لأجل الاحتراز وإلا فاللفظ العام كما هنا ما عم شيئين فصاعدا يعني بلا لهاية ما في حصر ولا عد يدخل فيه كل ما يصلح له أما قول لفظ المستغرق لجميع ما يصلح له مثل مثلا لفظ المسلمون المؤمنون الكافرون الظالمون المحسنون وإن كان هذه أل في بعضها تكون أل التعريف وأحيانا تكون أل بمعنى اسم الموصول لأن تكون أل في الاسم تكون بمعنى أل التعريف وأحيانا تكون بمعنى أل الاسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم المحسنون الذين أحسنوا اندخلت على وصف مشتق فهي للعموم فاللفظ الذي المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد يخرج ماذا بحسب وضع واحد وش يخرج بحسب وضع واحد القر يعني مشترك هذا هو في الحقيقة متردد وثم القر هنا ليس فيه عموم لكن نريد لف فيه عموم لف فيه عموم وهو محتمل بحسب وضع يخرج ماذا عندنا شيء تتفق لفظ يختلف معنا ما هو تفق لفظ يختلف معنا ما طيب شو تسمى طيب العين شو تسمى المشترك المشترك العين يطلق عن الباصرة والعين الجارية وعين الذهب والفضة ويطلق على العين على الجاسوس وغير ذلك من لو قال إنسان عندي عيون كثيرة هل نقول هذا يصلح إذا أراد به أنه عنده عين الذهب والفضة ولو عين باصرتان وعين جارية وما أشبه ذلك هل يقال إن هذا اللفظ عام بعضهم قال لا بأس لأنه عام ولا مانع لكن جمهور السنين يقولون بحسب وضع واحد حسب وضع واحد دفعة واحدة دفعة واحدة يخرج ماذا المطلق المطلق فتحرير رقبه هذا هل يؤمر يحر جمع الرقب أو لا رقب واحدة رقب واحدة أما الجمع فإنه يشمل هذه دفعة واحدة مطلق جميع ما يصلح له يدخل تحت هذا اللوظ جميع المسلمين جميع المؤمنين وهكذا سائل الفاضل الجمع التي سيأتي إن شاء الله بلا حصر الأعداد يخرج ماذا بلا حصر الأعداد العدد مهما كثر محصور أو غير محصور محصور لو قال عندي مئة عندي ألف هل هذا من ألفاظ الجموع ليس من ألفاظ الجموع ماذا لأنه محصور لأنه محصور طيب يقول ما عم شيئين فصاعدا فعام ألفاظه أربعة على الدوام يعني الألفاظ التي ذكرها صاحب الأصل وإلا فألفاظه كثيرة وذكر العلماء في العام ألفاظ كثيرة قد تكون بعضها أهم مما لم يذكره رحمه الله لكن هو أراد أن يذكر أصلا في هذا الباب لطالب العلم يبني عليه ما سواه كسائل أبواب التي ذكر رحمه الله من في لا يعني لا النافية للجنس لا النافية الجنس هذه من الفضل تقول لا رجل في الدار لكن بسرط أن تكون نافية للجنس لأن لا قد تكون نافية للجنس وقد تكون نافية للوحدة وإذا كانت نافية للجنس فإنها تعمل عمل إن وإن كانت نافية للوحدة تعمل عمل ليس لكن المراد هنا لا النافية للجنس مثل قول النبي عليه لا صلاة لمن لم يقرأ يوم الكتاب قول عليه لا صلاة بعد العصر حتى ماذا تمر الشمس لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس لا إيمان ملا لمن لا أمنة له والحن وولدين لمن لا عهد له وما أشبه هذا وش أيضا تذكرون مثل ماذا لا ضرر ولا ضرار أيضا لا حول ولا قوة لا إله إلا الله كلمة التوحيد نعم ماذا لا صلاة بحضر الطعام لا صلاة يشمل جميع الصلوات لحضرة للطعام طيب صحيح وهكذا فهذا من الفضل لماذا لا نافي الجنس لأنها داخلت على هذا الجنس فنفته أما النافية للوحدة فليست نصا في العموم إنما هي ظاهرة ولها تقول لا رجل في الدار بالرجلان بالرجلان فليست نصا في العموم بان ظاهرة فلما كانت ظاهرة محتملة فليست من الفضل والمبهمات المبهمات يشمل أسماء الموصولة المختصة والأسماء الموصولة العامة مثل الذي والتي والمختصة مثل ماذا من لمن للعاقل وقد تكون لغير العاقل وما لغير العاقل وقد يدخل معها العاقل في إذا يعني أجمل معه فهذه من الفضل لما سميته مبهمة لأنها لا يتبين لأنه معنىها مبهم فاسم الموصول لا يتبين إلا بصيلته سواء كان موصولا عاما أو موصولا خاصا فيحتاج إلى صيلته التي تبين مبهمة هذه المبهمات من ألفاظ العموم والمبهمات تورد كذلك المحلى جمعه والمفرد كذلك المحلى بأل وأل على قسمين للعهد وللجنس وهي للعهد على تقسام وكلها خاصة ما فيها عمو العهد ماذا الذكري مثل ماذا فعصى فرعون الرسول ها إن ها كما رسلني فرعون الرسول فالمراد الرسول المذكور والعهد ماذا الحضوري اليوم أكملت لكم دونكم اليوم يحضر فلاني يعني هذا اليوم الحاضر اليوم الدرس في كتابي كذا اليوم الحاضر وهكذا والعهد ماذا الذهني إذ يبايعونك تحت الشجرة أي شجرة كل شجرة أي شجرة معهودة حاضرة في الذهن هذه لا عمو فيها لأنها اللام التي العهد على هذه الأقسام مثلا وأل تكون للجنس وإذا لا تقسام أيضا الجنس المستغرق لجميع أفراد والجنس المستغرق للصفات والجنس بمعنى الحقيقة حقيقة الشيء فإذا كانت أل الجنسية لاستغرق الأفراد فهذه للعموم إذا كانت أل الجنسية لاستغرق للصفات فهذه العموم المسلم من سلم المسلمون أي المسلم الحقيقي الذي يعني استوفى صفات أهل الإسلام فاستغرق جميع الصفات التي للحقيقة للحقيقة ليس مثل قول أهلك أهلك الناس حب الدينار والدرهم هل الناس أهلك كل دينار أو أهلك بعض الناس كثير من المال في سبب للصلاح والخير إنما جنس الدينار المراد بحقيقة الدرهم والدينار وهكذا ربما يقال مثلا قد يكون مثلا الحديد أصرب من الذهب أو بالعكس وقد يكون حقيقته ليس المعنى كل حديد مثلا وهكذا فالمحل مثل المسلمون إذا حلت قتل المسلمون هذا جمع يدخل في جمع ما يستغريقه ويصلح له المفرد مثل قول سبحانه وتعالى إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا سلحة محل الإنسان وهو مفرد دل على العموم ماذا الاستثناء ومن القواعد في هذا الباب أن الاستثناء يدل على العموم أو الاستثناء ماذا معيار العموم كذا المحل جمعه والمفرد ثم العموم لما كان البحث انتقل إلى مسألة أخرى لا تتعلق بالعمومات لأن العمومات أو الفاظ كثيرة وعندما ترجع إلى كتب الأصول المطولة فيها الفاظ كثيرة وجاءت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة قول كل المسلم على المسلم حرام كل بني آدم خطأ وش هذه الألفاظ عامة وهي من الفاظ بل إن كل ذكر العلم أن سورها أعظم أسوار صياغ الجمع وهو كلمة كل نعم ومثل ماذا من الحديث في كل أيضا كلكم ها الحديث بذر طويل كلكم جائع إلا من قوته كلكم عار أيضا كلكم راع وشعر وهكذا نعم كل بني نعم كذلك يشمل كل عمل صحيح وهي عامة بل من أعظم صياغ العموم قال قال رحمه الله ثم العموم من صفات النطق النطق المراد في الكتاب والسنة المتلفظ به لأن العموم في اللغة يؤخذ منها وليس في الفعل على الأحق يقول الفعل ما في عموم الفعل ما في عموم مثل ماذا هل تستحضر شيء في هذا قال وليس في الفعل على الأحق أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها شيء من هذا ما تذكرون شيء نعم الصلاة في الكعبة قصدك يعني أن الصلى في الكعبة نعم طيب لما دخل كعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام يعني وش وجه يعني أنه خاص لا عموم فيه لا يقال مثلا أن الصلاة في الكعبة لفظ عام فيدخل في صلاة الفرض يدخل في صلاة النفل بل لأن الفعل ليس له أقسام يقع على جهة واحدة متشخص بشيء واحد وهو هذا الفعل المعين فلا عمو فيه لكن الأصليين رحمة الله عليهم حين يقولون هذا هذا عبارة توهم أن هذا الفعل أن هذا الفعل لا يأخذ منه حكم وهذا مما يحتاج إلى يعني أن يذكر ما وجهه مثل هذه العبارة تقع في كنة الله عليهم فالنبي مثلا صلى في الكعبة جمع في السفر جمع بين الصلاتين في السفر يقولون هذا لفظ لعم ما فيه قضى بالشفعة قالوا لعم ما فيه طيب ما معنى ذلك هل معنى ذلك أنه قضى بالشفعة لفلان بس ولا تكون لغيره حكم خاص صلى في الكعبة صلى في الكعبة هل معنى هذا الحكم خاص أو أنه يعني لا يكون على الصفة التي صلىها النبي عليه السلام هم يريدون من جهة النطق وأن هذا لا نطق فيه إنه مجرد فعل ويقع على صفة معينة فلا يمكن أن يقال إنه جمع في السفر يشمل السفر القصير ويشمل السفر الطويل ويشمل كل سفر مثلا جمع مرة جمع ولهذا ذهب بعضها العلم إلى أنه له صفة العموم وبعضهم قال إن من قال له صفة العموم أراد من جهة الاقتداء وعلى هذا لا خلاف والصحيح أن يقال إنه وإن لم يكن فيه عموم لكن يؤخذ الحكم من جهة أننا مأمرون بالاختداء به عليه الصلاة والسلام فكونه مثلا صلى في الكعبة النافلة ركعتين لا شك أنه صلاة واحدة وهي صلاة النفل ولا يقال صلاة هذه يدخل فيها صلاة الفرض لأنه متشخص لصلاة النافلة هل يقال تجوز صلاة الفرض بحكم أنها صلاة والنبي عليه الصلاة ما قال هذا خاص بصلاة النفل فيأتي العموم من جهة أخرى ومن جهة الاقتداء والنبي عليه الصلاة لم يجعله خاصا أما كونه جمع في السفر فالنبي جمع عليه الصلاة في السفر وجمعه في السفر يدل على الجمع في كل سفر فلا يحتاج أن يقول الراوي جمع في السفر الطويل جمع في السفر القصير وهذا التقييد في الحقيقة يرجع إلى تقييد هذه الأدلة بالمذاهب وذلك فرق بين السفر الطويل والقصير ولذا يقال وإن كان لعمو فيه لكن يؤخذ العموم من جهة القدوة ومن جهة أن النبي عليه الصلاة قصر في السفر ولم يقول هذا خاص بسفر دون سفر ثم هو صلوات الله سلام عليه فعل هذا في أسفار كثيرة تقدم إشارة إلى مسألة الفعل وأن الصواب أن الفعل فيه تفصيل لا يقال مثلا أنه ليس الفعل يعني ليس فيه عموم إطلاقا معنى أنه قد يفهم من هذا أنه يأتي على وجه خاص على كل حال بل الفعل بذاته لا يقتضي العموم لكن الدلالة على الحكم التي تضمنها الفعل يؤخذ من أدلة أخرى وهذا مراد الأصولين رحمة الله عليهم نعم قال رحمه الله بحث التخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص ثم لذي اتصال وانفصال ينقسم فأول شرط ووصف استثناء وشرطه الإبقاء مما استثناء مع اتصاله والمطلق حملي على المقيد ترى الحق جلي وخصص النطق بنطق واقتبس أقسامه أربعة لا تلتبس فسنة بسنة كذا كتاب وذا بذي وعكسه بالارتياب يقول رحمه الله بحث التخصيص هو تمييز بعض الجملة هو التخصيص لأن العام يشمل جميع أفراده لكن التخصيص يخرج من العام ولهذا قال العلماء الخاص يقضي على العام فهذا اللفظ الخاص وهذه الأفراد الخاصة خارجها من العام وعلى هذا لا تعارب ثم ينقسم هذا التخصيص إلى قسمين اتصال مخصص متصل هذا يكون مع النص وانفصال يكون في نص آخر ينقسم فأول وما هو الأول المتصل شرط شرط بذي قال الله سبحانه وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن هنا شرط متصل فيجب النفقة للمطلقها البائن إذا كانت حاملا ووصف مثل في الغنم السائمة الزكاة في الغنم السائمة هذا فيه القسمان فهو مخصص متصل لأنه قيد الغنم بالسائمة فلا تجيب غير السائمة أيضا في حديث أنس في كتابة كتبها النبي على نصر نبي أبي بكر قال في الإبل فيما دون أربع وعشرين في كل خمس شات أطلق الإبل لكنه مقيد في الحديث الآخر حديث بهز بالسائمة فهذا مثال عليهما جميعا واستثناء والشرط له أدل لك كثيرة أدل لك كثيرة من قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن لم ذكر الشرط قبل فإن كان لهن ولد فلكم نعتركنا ذكر الشرط قبل يعني الشرط حين يكونوا قبل وحين يكونوا بعد وهكذا في الآهل التي قبلها أيضا فيها شرطان فالمقصود أنه شرط وصف والله على نصف الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر